أم مريم تسأل عن حديث هل ينزل ربنا ليلة نصف من شعبان إلى آخر أختي أم مريم بالنسبة لحديث ينزل الله أو يطلع الله ليلة نصف من شعبان على خلقي فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن وفي لفظ أيضا ينزل هذا الأحاديث حقيقة أهل العلم أمامها من حيث الجواب على قسمين القسم الأول قالوا بأن هذه الأحاديث غير صحيحة ضعيفة ولذلك الجماهير أهل العلم من أهل الحديث على ضعف جميع الأحاديث الواردة في ليلة نصف من شعبان وأنه لم يثبت في هذا شيء من أهل العلم من صحح حديث ينزل يطلع ربنا ليلة نصف من شعبان أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن يحسن هذا الحديث وهذا الحديث إذا افترضنا أنه حسن هذا لا يعني بأن الله لا ينزل في كل ليلة بل ربنا جل وعجل في صعير الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليلة الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة كل ليلة ولذلك لما سئل ابن المبارك سأله رجل قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة نصف من شعبان قال ضعيف يا ضعيف يقول له أنت ضعيف يعني في الفهم ينزل كل ليلة ينزل كل ليلة عموما الراجح بأنه لا يصح في فضل ليلة نصف من شعبان حديث جميع الأحاديث الوارد في فضل ليلة نصف من شعبان كلها لا تصح بارك الله فيك